اشتركوا في القناة اخيرا الجيردان خرجوا من جحورهم خفافيش الظلام خفافيش الظلام الآن بدأت تظهر وتبرز في واضحة النهار فالجميع يعلم جيدا ان جميع الاتفاقات ديال المنتصف الليل واللجان التي تتولد في جنح الظلام لا يرجى منها الخير فالوضوح لا يمكنش حسن من الوضوح وكما تعلمون جيدا اننا منذ سنتين ونصف لم نغيب يوما ما يوميا نساهم نعرف نعري الى اخره عن جميع الاختلالات التجاوزات التحرميات والتشهليب التي مورسة وسيمارس ويمارس معمره يتم لان دائما شلابية موجودة في اي زمان وفي اي مكان ودائما نقول لا اعزاء لخائنا لذا سأحاول ان اتقاسم معكم يعني بعض المستجدات التي طرأت في الساحة الآن خصا بعد يعني الصدور تسلم النقابات الاكتر تمتيلية ونحيي من هنا النقابات الجادة نرفع لها شارة النصر للنقابات الجادة للنقابات الجادة نرفع شارة النصر التي تلتزم يعني باخلاقيا اخلاقيا بالبنود ديالتفاق ديالتمنتعاش يناير الفين وعشرين لان اخلاقيا خصك يعني تكون التزمتي ووقعتي خص تكون عندك الرجولة يكون عندك ديال الهن وتكون الراجل وتلتزم بماذا بالبنود وبالسر ديال الجلسات والحفاظ على سرية الجلسات الى حين الاتفاق النهائي تنعرف ان الانسان اللي كان شي بند من البنود ما عجبوش خص تكون فيه الشجاعة ويترافع فهو حقوقي مقابي حقوقي يترافع باستماتة كما يقولون اننا نترافع باستماتة حتى تحقيق المبتسابات الى اخره فخص يكون يستمت بان ان هذاك المند الذي يمنع يعني الادلاء بالمعلومات وتقاسم الخلاصات مع يعني ما يجري في الجلسات وفي الليجان التقنية والموضعات الى اخره خص هذاك سعيط رافع ان هذا البند ما خصوش يكون اما اذا تضمن الاتفاق البند بان الجميع ملزامون به وهو الحفاظ عن سرية الجلسات الى حين التوافق النهائي التوافق النهائي وايضا هذيك الملفات سبعة وعشرين اللي غايتم يعني التازم باش يتم معالجتها تسويتها واكثر من ذلك ان حتى ذك الاربعة الملفات الملفات ستة اللي ذروها آنية وستعالج وستيتم تسويتها خلال السنة 2022 ما كانش مبرمجة في الميزانية 2022 ورغم ذلك وفروع ودهبار غايتخلصوا دقيقة خرجوا المرسيم الى اخير ربعة المرسيم ديال الملفات اللي عندهم مرسيم ما عنداش علاقة بالنظام الاساس الجديد يعني نزلوه سووه وغايتخلصوا هنا يبين ان الجدية اللي كنات نقوله احنا ان الادارة هي اللي ما عنداش الجدية وما عنداش داك ابانت بان بن موسى ابانت بانه عنده جدية في التزام في التزام باذاك شلي تيقول واذاك شلي تيطافق عليه وجاب رئيس الحكومة لانه راجل الدولة وعنده الوزن ديال وجاب رئيس الحكومة ووقع بانه تكون هذا الملفات اللي غد يديره كلها غد تكون يعني يتم تسويتها الاجراء ديالة وتجسير الاجراء ديالة على ارض الواقع تفعيل ديالة وجاب رئيس الحكومة وسنع انتهى الكلام ومقابل هالش كل مقابل ان يكون هناك سلم اجتماعي وتكون هناك واحد الهدنة ويعني من اجل ضمان الزمان المدرسي للتلمي باش ميكونش هناك حضر زماني بالنسبة للتلم اذا ماذا يجري ماذا جرى وماذا يجري تلقوا نحن نهار 18 18 يناير 2022 وقعوا المحضر وطافقوا علي انتهى الكلام دارة البرمجة دار كل شي الجدول الزمانية محددة في الزمان ونمكان يعني بجدوى زمانية قابلة للقياس قابلة للقياس في غ امزير تلقوا مباشرة نهار 24 اسبوع اسبوع تقريبا 24 يناير خرجت ثلاثة ثلاثة الفئات يعني في باب الرواح شوفوا تانما كانت تجي في باب الرواح يعني ينظمون وقفات ينظمون وقفات وقلت لكم هذيك الوقت بان هذو يعني رح ساق الخبار ان هم عندهم شي مشكل من المشاكل ان هم رم داخل ين ولي عندهم شي حاج انا عارفين ميتي نفتح واحد الاوس هنا بالنسبة ضحايا الزنزان العاشرة سيعالج مكين لا الا ولا اهتم برمج دك شي سيعالج داخل النظام الاساسي الجدي ووفق الكوطة بالنسبة للمزاولين الكوطة دي 36 في البيئ بالنسبة للمتقاعدين رات يخرجوا يعني يتترقعوا مباشرة لكان مستوى الشور قبل ما يتقع ريشيل سيحدث داخل النظام الاساسي الجدي كين هناك دي دي ضحايا الضحايا ضحايا الضحايا وشوفوا في نهار 24 اشكال هادو بالنسبة ما دل بالنسبة هادك الفئال دي اللي سموا ورسوم ضحايا النظامين احنا متنا نعطرفوش بما انهم ضحايا النظامين لأنهم ضحايا النظامين الأصلية كانوا قسوهم كل شي قسوهم وما اللي تقعدوا من 2003 الى 1111 وبالضبط الاصليين هم ضحايا الزنزان التاسعة اللي تقعدوا بالسلم التاسع رغم أنهم قيدوا بالمادة 112 وبترخيص استثنائي وكان منفرض أنهم يرقوا ب15 على 6 لأن السلم التاسع بدأ في الطورة للإنقراض من 2003 وانتهى وخصوه انتهى في 2013 الدار الترقية استثنائية من 2003 إلى 2007 وكان خصوهم يدوز والترقية خرجت اللوائح الترقية في 2003 ب3 سنين قبل ما يتقاعدوا في 2005 حنا تقاعدنا في 2005 وخرجوا اللوائح 3 سنين ومتى يخرج 2003 2004 2005 وتخرجنا في 2006 وعيطوا علينا كمتقاعدين وقال لك أجي وعمرنا يعني اللوائح دينا عمرنا الترقية دينا ونقطة الإدارية يعطي لدينا كالنائب وكمتقاعدين أننا ندوز المادة ميوت وخصنا ندوز الترقية استثنائية وترقية استثنائية ودير المتقاعدين خرجت لوائح 2007 دينا وكين الأسماء لدينا ما يفيد بطرقية دينا من التاسع إلى العشر استثنائيا لأن السلم التاسع الدار في قياد كما أشرت إلى على أساس أنهم فقط خص في 2013 كل شيء سيكون ديز العشر متقاعد ومزاوي هذا لوائح دينا ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 12 الشر 15 16 هذا ما العصل ضحايا النظامية سدوا القوس وراجعوا له هذو اللي قال لك ضحايا النظامية أشجاو دارو من قالوا لي هم كين شي هاجا أشجاو دارو هذك البيان دارو اللجنة واحد الوقفة 24 يناير 2022 أش سموها اللجنة الوطنية لضحايا الضحايا لضحايا الضحايا النظامين 2013 وثمين ضحايا الضحايا اللجنة الوطنية لضحايا الضحايا ديك السعاي كان يسحبوا الميلف ديالنا ديال ضحايا النظامين ما كين الآن الآن عندما في هذا من بعد 11 يانير اشجرة 11 ريانير يعني تم انتهت الأمور خرج التصور الكامي لذلك اللي كان تسعود الجلسات وليس اللي كان المهم خرجوا باش بمدقيرات مجسدة لأجر